وأبرز ثبطير أن الرسالة التي بعثها الملك محمد الساد السابقا كانت رسالة صائبة عندما دعا إلى إرساء علاقات للثقة مؤسسة على أسس جديدة قوية وصريحة من طرف البلدين خلال الأشهر التي أعقبت الأزمة التي عشناها وأضف أنه خلال الأشهر الأخيرة عشنا أشهرا من العمل الدبلوماسي المستمر والعمل في الخفاء لديبلوماسية المغرب وإسبانيا وأريد تقديم التهنئة بالوصول إلى هذه النتيجة اليوم يبدو لي أن الرسالة التي بعثها الملك محمد السادس سابقا كانت رسالة صائبة عندما دعا إلى إرساء علاقات للثقة مؤسسة على أسس جديدة قوية وصريحة من طرف البلدين خلال الأشهر التي أعقبت الأزمة التي عشناها وأظن أنه خلال الأشهر الأخيرة عشنا أشهرا من العمل الدبلوماسي والعمل في الخفاء لديبلوماسية المغرب وإسبانيا وأريد تقديم التهنئة بالوصول إلى هذه النتيجة اليوم ينطلقوا إلى أجهر الأشهر الأشهر أريد تقديم التهنئة بالتعبير وأشهر الأشهر 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 أريد من أعجب أن أفضحوا التعبير resultado.